اشتركوا في القناة هو كل رفض يسمى به إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر والاسم إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة فما الاسم المعرفة وما الاسم النكرة هيا بنا أعزاء الطلاب لنحدد معا أمثلة درسنا ونجيب عن سؤالنا السابق وعن أسئلة أخرى سنترحها في سياق حلقة عبر عزيز الطالب عن الصورة التالية بجملة مفيدة من خلال الإجابة على السؤال التالي ماذا يحمل محمد؟ قد تقول عزيز الطالب يحمل محمد علم السعودية تأمل عزيز الطالب كلمة محمد وهي كما تعلمنا اسم فقد سمي بهذه الكلمة إنسان إذن كلمة محمد كما نلاحظ تدل على شخص معين وكل كلمة تدل على شخص معين تسمى معرفة ولكن ما نوع هذه الكلمة من المعرف نقول محمد معرفة وهي علم فإذن مرة أخرى عزيز الطالب نقول محمد اسم يدل على شخص معين ويسمى معرفة ونوعه علم تأمل عزيز الطالب كلمة السعودية ستقول معي السعودية اسم وهي تدل على مكان معين ومحدد وهو بلد معروف فلذلك تسمى هذه الكلمة أيضا معرفة فكلمة السعودية إذن مرة أخرى عزيز الطالب نقول اسم يدل على مكان معين معروف ويسمى معرفة ونوعه بالطبع كما قلنا علم فالعلم هو نوع من أنواع المعارف ويدل إما على شخص أو على مكان معروف معروف تأمل معي عزيز الطالب الصورة التالية ماذا تحمل سعاد سنقول معا تحمل سعاد علم لبنان فكما نلاحظ في هذه الصورة تحمل سعاد علم لبنان تأمل عزيز الطالب كلمة سعاد ستقول لي مباشرة هي اسم يدل على شخص معين وهي أيضا معرفة فما نوعها من المعارف سنقول معا هي علم فإذن مرة أخرى سعاد نقول اسم يدل على شخص معين ويسمى معرفة ونوعه علم تأمل عزيز الطالب كلمة لبنان ستقول معي مباشرة هي أيضا اسم يدل على مكان معين فهي اسم بلد فإذن هي معرفة ما نوعها من أنواع المعرفة سنقول معا هي علم أيضا فلذلك نقول لبنان اسم يدل على مكان معين معروف ويسمى معرفة ونوعه علم بالطبع تأمل معي عزيز الطالب الصورة التالية ماذا يقرأ الطالب قد تقول عزيز الطالب يقرأ الطالب الكتابة تأمل عزيز الطالب كلمة الطالب ستقول لي مباشرة هي اسم يدل على طالب معين وقد اكتسبت هذه الكلمة التعيين من دخول أل التعريف عليها فلذلك نقول كلمة الطالب معرفة ونوعها من المعارف نقول معرف بأل إذن مرة أخرى نقول عزيز الطالب الطالب اسم يدل على معين وهو الطالب وسبب التعيين أنه اتصل به أل ويسمى معرفة ونوعه معرف بأل وفي نفس الجملة نجد أيضا كلمة الكتاب وهي أيضا اسم معرفة ونوعه معرف بأل تأمل عزيز الطالب الصورة التالية ماذا تقرأ الطالبة قد تقول عزيز الطالب تقرأ الطالبة القصة تأمل عزيز الطالب كلمة الطالبة ستقول لي مباشرة هي اسم يدل على معين وهو الطالبة وسبب التعيين أنه اتصل به أل ويسمى أيضا معرفة ونوعه معرف بأل وكذلك في نفس الجملة نجد كلمة القصة وهي أيضا معرفة ونوعها من المعارف معرف بأل إذن أعزاء الطلاب الاسم المعرفة وهو ما يدل على شيء معين ومن أنواع المعارف العلم والمعرف بأل الآن عزيز الطالب تأمل الصورة التالية من التي تحمل الجرة كما نلاحظ في الصورة نقول التي تحمل الجرة كلمة امرأة تأمل عزيز الطالب كلمة امرأة هي اسم ولكنها هل تدل على امرأة معينة سنقول لا فإذن هي لا تدل على امرأة معينة وكل اسم بهذه الصورة يسمى نقرة فكلمة امرأة تدل على اي امرأة وليست على امرأة محددة فإذن نقول امرأة اسم لا يدل على امرأة معينة بل يدل على اي امرأة ويسمى نكرة فإذن كلمة امرأة هي اسم نكرة تأمل تأمل معي عزيز الطالب الصورة التالية من الذي يقود الدراجة ستقول معي الذي يقود الدراجة رجل تأمل معي عزيز الطالب كلمة رجل ستقول لي هي اسم لا يدل على رجل معين فإذن كلمة رجل هي اسم نكرة لأنها تصلح لأن تكون لأي رجل فإذن مرة أخرى نقول كلمة رجل اسم لا يدل على رجل معين بل يدل على أي رجل ويسمى نكرة تأمل معي عزيز الطالب الآن الأمثلة مجتمعة محمد سعاد السعودية لبنان سنقول هذه أسماء معرفة لماذا لأنها تدل على شيء معين وهي هنا إما أن تكون اسما لشخص أو لمكان فإذن مرة أخرى نقول اسم معرفة يدل على شيء معين وهي كما قلنا علم الطالب الطالبة القصة الكتاب سنقول أيضا اسم معرفة لأنه يدل على شيء معين ونوعه من المعارف معرف بأل فقد قلنا أن المعرفة منها ما يسمى علما ومنها ما يسمى معرفا بأل إمرأة رجل جمال غزال سنقول هذه كلها أسماء نكرة فلذلك نقول إمرأة رجل جمال غزال اسم نكرة لماذا لأنه يدل على شيء غير معين فإذا أعزائي الطلاب الإسم نوعا أولا الإسم المعرفة ما يدل على شيء معين ومن أنواع المعارف العلم والمعرف بأل أما النوع الثاني فهو إسم نكرة والإسم النكرة أعزائي الطلاب ما يدل على شيء غير معين ولا محدد ويقبل دخول أل التعريف عليه فيصبح معرفة إذن أعزائي الطلاب هل نستطيع الآن أن نجيب عن الأسئلة التالية لنعبر عن فهمنا لمضمون درسنا من خلال الإجابة على الأسئلة التالية نرى ذلك بعد الفاصل إن شاء الله ها قد عدنا أعزائي الطلاب لنواصل درسنا عين عزيز الطالب نوع كل كلمة تحتها خط في الجمل الآتية من حيث التنكير والتعريف في رمضان نكثر من الصلاة ستقول لي مباشرة كلمة الصلاة معرفة فهي معرفة بأل الذهب الذهب معدن نفيس لا يصدق ستقول لي كلمة معدن هي اسم نكرة فهي لا تدل على شيء معين الجمل الجمل سفينة الصحراء ستقول لي مباشرة هذا اسم معرف بأل فإذا هو معرفة تأمل عزيز الطالب التدريب التالي عين نوع كل كلمة تحتها خط في الجمل الآتية من حيث التنكير والتعريف نحن تلاميذ مجتهدون ستقول لي مباشرة تلاميذ نكرة فهي لا تدل على شيء معين أنت صديق مخلص ستقول لي كلمة صديق هي اسم نكرة لأنها لا تدل على شيء معين أو على صديق معين هذا هو الكتاب الجديد سنقول معني الكتاب معرف بأن فإذا هو اسم معرفة تأمل معي عزيز الطالب التدريب التالي عين نوع كل معرفة في الجمل الآتية حضر رمضان حفلا ستقول لي مباشرة رمضان وهو معرفة ونوعه علم بالطبع غزة مدينة جميلة سنقول الاسم المعرفة هو غزة ومباشرة غزة تدل على مكان معين فلذلك تسمى علما نجح سعيد نجاحا باهرا المعرفة هنا سعيد وهو أيضا علم فهو اسم لشخص نظر المعلم إلى لوحة الاسم هنا المعلم ونوعه بالطبع معرف بأن فقلنا من أنواع المعارف أعزاء الطلاب العلم وكذلك المعرف بأن تأمل معي عزيز الطالب الصورة التالية ضع معرفة مناسبة في الجمل الآتية عاصمة مصر ستقول مباشرة القاهرة عاصمة مصر يسمى الذهب الأسود سنقول هو البترول سمعت صوت فأشجاني نقول سمعت صوت البلبل فأشجاني أعجبتني التي قرأتها سنقول القصة التي قرأتها أو القصص التي قرأتها لاحظ عزيز الطالب أن القاهرة والبترول والبلبل والقصص كلها أسماء معرفة أو معرفة ونوعها إما أن تكون علما أو معرفا بأل تأمل معي عزيز الطالب الآن التدريب التالي استخدم كل نكرة مما يأتي في جملة مفيدة طريق خير زراعة قد تقول معي عزيز الطالب العلم طريق للتقدم وفي الثانية قد نقول المسلم يقول خيرا أو بالطبع يصمت زراعة زراعة قد نقول في فلسطين زراعة متقدمة تأمل معي عزيز الطالب التدريب التالي استخدم كل معرفة مما يأتي في جملة مفيدة الخليل زينب إبراهيم قد تقول في الجملة الأولى الخليل تقع جنوب القدس وقد تقول عزيز الطالب في الثانية عفت زينب عم من أساء إليها وقد تقول في الثالثة إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء تأمل معي عزيز الطالب التدريب التالي اجعل النكرة معرفة والمعرفة نكرة زرع فلاح للحقل فكلمة فلاح نكرة وأما الحقل فهي معرفة فإذا نقول زرع الفلاح حقلا وفي الثانية زرت جارا عزيزا فجارا عزيزا هنا نكرة فإذا نقول زرت الجار العزيزا وفي الثالثة قرأت الكتاب فالكتاب معرفة نجعله نكرة فنقول قرأت كتابا وفي الجملة الرابعة نقول حل تلميذ المسألة فإذا نقول هنا حل التلميذ مسألة تكون بذلك عزيز الطالب قد عبرت عن فهمك الطيب لموضوع درسنا هل تستطيع الآن أن تعبر عن فهمك لهذا الدرس من خلال الإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد نرى ذلك بعد الفاصل إن شاء الله ها قد عدنا أعزاء الطلاب لنواصل درسنا اختر الإجابة الصحيحة المعرفة والنكرة قسمان لي الضمير الاسم الموصول الاسم اسم الإشارة قلنا المعرفة والنكرة كما اتفقنا قسمان لي الاسم فالاسم إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة فإذا الإجابة الصحيحة هي جي الصفات المميزة للمعرفة هي اتفقنا أعزاء الطلاب أن الإسم المعرفة هو ما يدل على شيء معين ومن المعارف العلم وكذلك المعرف بأن فإذا الخيار الصحيح هو الخيار باب إذن الصفات المميزة للمعرفة هي اسم يدل على شيء معين تأمل عزيز الطالب السؤال التالي الصفات المميزة للنكرة هي قلنا أعزاء الطلاب النكرة هي اسم يدل على شيء غير معين غير محدد فإذن مرة أخرى نقول الصفات المميزة للنكرة هي اسم يدل على شيء غير معين كلمة كتاب نكرة صارت معرفة في قولك عرفنا أعزاء الطلاب أن الاسم النكرة يقبل دخول التعريف عليه فيصبح معرفة فإذن لجعل كلمة الكتاب معرفة ندخل عليها اللي التعريف تصبح الكتاب فإذن الإجابة الصحيحة هي يقرأ محمد في الكتاب تأمل معي عزيز الطالب الصورة التالية ما دل على مسمى شائع في جنسه وعلامته أن يقبل أل وتؤثر فيه تعريفا العبارة السابقة تعريف له المعرفة النكرة أم الضمير أم العلم قلنا هذا تعريف للنكرة فالنكرة اسم يدل على شيء غير معين غير محدد فإذن الإجابة الصحيحة هي باب تأمل معي عزيز الطالب التدريب التالي في الأسماء التالية اسم معرف بأل يمكن تحويله إلى نكرة هو العامل الذي أنا أنس ستقول لي مباشرة هو العامل فهنا معرف بأل نجعله نكرة فنقول عامل فإذن الإجابة الصحيحة هي الخيار ألف تأمل معي عزيز الطالب السؤال التالي أي الجملة التالية اجتملت على نقرة هو يحرق الأغصان هند البنت المهذبة نام طفل على سرير أنت تحسن إليه ستقول لي عزيز الطالب الإجابة الصحيحة هي جيم نام طفل على سرير فطفل اسم النكرة وسرير كذلك اسم النكرة لأنه يدل على شيء غير معين غير محدد ويقبل دخول اللي التعريف عليه فيصبح معرفة فلذلك يمكن أن نقول الطفل السرير تأمل معي عزيز الطالب السؤال التالي جاء فراغ المهذب الكلمة المناسبة للفراغ السابق هي معلم المعلم أنا الذي ستقول لي مباشرة المهذب معرف بأل فإذا لا بد أن نقول جاء المعلم المهذب فالإجابة الصحيحة هي ب تأمل معي عزيز الطالب السؤال التالي جميع الكلمات التالية معارف معد السيارة عبدالله عربة سعاد ستقول لي السيارة معرف بأل عبدالله علم سعاد علم إذن النكرة هنا هي كلمات عربة بدليل أننا نستطيع أن نجعلها معرفة فنقول العربة تأمل معي عزيز الطالب السؤال التالي جميع الكلمات الآتية تعد نكرات معد ليلة دجاجة زرافة بيضة ستقول لي دجاجة زرافة بيضة كلها نكرة فإذن أين المعرفة ستقول لي هذا الاسم ليلى فهي تدل على إنسانة فدجاجة زرافة بيضة أسماء نكرة يمكن تعريفها بدخول ألي عليها فنقول معا الدجاجة البيضة الزرافة إذن أعزاء الطلاب الإسم نوعا إسم معرفة يدل على شيء معين ومن أنواع المعارف كما قلنا العلم والمعرف بأل وكذلك نقول إسم نكرة ما يدل على شيء غير معين ولا محدد ويقبل دخول أل التعريف عليه فيصبح معرفة فنقول مدرسة المدرسة رجل الرجل تلميذ التلميذ طالبة الطالبة عزاء الطلاب إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم وعلى أمل لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة